بعد مرور عقد كامل على اندلاع الثورة الليبية في السابع عشر من شباط عام 2011 لا يزال الشعب الليبي يعاني من جراء حالة التشضي السياسي والاقتصادي والتوترات الأمنية التي فرضها صراع المصالح بين القوى السياسية والعسكرية هناك ومن بين أهم المطالب التي نادت بها الثورة الليبية هو بناء دولة مدنية تحتك من الانتخابات في اختيار حكامها وممثليها وتطوير البنية التحتية للبلاد إلا أنه حتى الآن لم تتحقق هذه المطالب لأسباب كثيرة من بينها ما قام به خليفة حفتر من تقسيم للمؤسسة العسكرية ومحاولة السيطرة على النفط حيث أطلق حفتر ما أسماها بعملية الكرامة في منتصف آيار عام 2014 الأمر الذي عمق من الأزمة الأمنية في البلاد بالتزامن مع تشكيل كتائب وميليشيات مسلحة على أساس مناطقي وإيدولوجي تتبع شكليا وزارة الدفاع لكن لكل منها قيادتها الخاصة ومناطق سيطرتها ونفوذها وهو الأمر الذي أدى إلى مواجهات فيما بينها واختيالات واختطافات طالت حتى مسؤولين كبار في الدولة ومع الانقسامات الحادة التي رافقت انتخاب مجلس النواب الليبي في حزيران عام 2014 ولتفادي حالة الفراغ السياسي وقع الفرقاء الليبيون في السابع عشر من كانون الأول عام 2015 اتفاق الاسخيرات مددوا فيه عاما آخر لمجلس النواب وأعادوا المؤتمر الوطني العام تحت اسم المجلس الأعلى للدولة وبعد محاولات رافقتها إخفاقات عدة تم أخيرا في مطلع هذا الشهر الاتفاق في جينيف على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية لتعقد عليها الآمان لرغم كثرة التحديات فهي مطالبة اليوم بتسريع الخروج من المأزق الدستوري وإنهاء مشروع حفتر العسكري وحل الأزمات الاقتصادية المستعجلة